مجاز لأهم وآخر الأنباء من قناة ليبيا الحدث في بنغازي أهلا بكم واصلت قوات الجيش الليبي تقدمها في منطقة جامفودا بمدينة بنغازي حيث بسطت سيطرتها على جامع الزروق ومحيطه بالكامل وحاصلت بقايا الجماعات الإرهابية في مساحة صغيرة واقتربت من تحرير كامل المحور الغربي بشكل نهائي من جانبه أعلن مدير المكتب الأعلامي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي عن سيطرة القوات المسلحة على المواقع الدفاعية للجماعات الإرهابية غرب بنغازي مؤكدة أن القوات المسلحة أحكمت سيطرتها على أكثر من زتة مواقع أخرى للجماعات الإرهابية في جامفودا عثرت دورية تابعة لمركز شرطة المقرون وعدد من أعضاء قسم البحث الجنائي بمدرية أمن سلوك وقسم المرور والترخيص بالمدرية بالتنسيق مع رئيس قسم إبطال العبوات عثرت على صاروخ هاون وقذفتي هاوزر وصاروخ نوع بي أم بي وثلاث مفاقخات بالقرب من منطقة سلوك يأتي ذلك في إطار حملة قسم البحث الجنائي بالمدرية أمن سلوك جمينيس من أجل تأمين منطقة المقرون والمناطق المحيطة بها جراء مخلفات الحرب من الألغام التي تركتها سراي الدفاع الإرهابية بعد دحرها من المنطقة أعلنت كتلة السيادة الوطنية عن مقترح من عدة نقاط لما بعد يوم السابع عشر من ديسمبر الجاري وهو اليوم المحدد لانتهاء الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي غير الدستورية وأضافت الكتلة عقب اجتماعها الذي ناقش آخر مستجدات الاتفاق السياسي أن المقترح ينص على التصويت في أول جلسة لمجلس النواب بعد الانتهاء الاتفاق على الكروج من الاتفاق السياسي وفي حالة استمرار حكومة الوفاق المرفوضة بالاستلاء على القرار في البلاد يتم إعلان أن ليبيا تقع تحت الاحتلال غير المباشر وأشارت كتلة السيادة إلى أنه على إثر ذلك يقوم المجلس بتوجيه خطاب إلى جامعية العربية أو إلى الجامعة العربية والاتحاد الابقيقي والاتحاد الأوروبي لمخاطبة الأمم المتحدة للوصول على قرار يفض الاتفاق قامت كتلة وزرية من حكومة الإنقاذ بزيارة إلى مدينة طبرق التقت خلالها مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لبحث دمج الحكومة المؤقتة والإنقاذ في حكومة وحدة وطنية وقال رئيس الوفد الوزرية التابة لحكومة الإنقاذ برئاسة لغويل محمد القدار إن اللقاء مع المستشار عقيلة صالح اتسم بالشفافية والوضوح من كلا الطرفين متوقعا أن يؤدي إلى حلحلة عدد من الأمور التي تهتم بالوطن والمواطن أعلنت القيادة العامة للقوات الأمريكية في إفريقيا أفريكم عن انتهاء عملياتها العسكرية في ليبيا المتمثلة في الظلبات الجوية لمساعدة ميليشيات البنيان المرصوصة في حربها على تنظيم داعش الإرهابي بسرد وفي سياق متصل تراجع المتحدث باسم ميليشيات البنيان المرصوص محمد الغسري عن التصريحات التي أدل بها لعدد من وسائل الأعلام بشأن تحرير مدينة سرد بالكاملة من تنظيم داعش الإرهابية انتشل الهلال الأحمر الليبي يوم الاثنين خمسة جفث لمهاجرين غير شرعيين قبال تشواطي تجورا وفي سياق متصل ذكر حرس السواحل الإيطالية أنه قام بإنقاذ أكثر من ألف مهاجر من قوارب مقتضة وانتشال 16 جثة في اليومين الماضيين بالإضافة إلى انتشال لحوة 800 مهاجر من 9 قوارب مختلفة يذكر أن إيطاليا استقبلت حتى بداية ديسمبر الجاري أكثر من 173 ألف مهاجر متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في سنة 2014 والبالغ 170 ألفا باشرت بلدية بنغازي في تنفيذ عدة مشاريع خدمية بالمدينة بالتعاون مع عدة شركات وطنية وتمثلت هذه المشاريع في تهيئة ورصف عدة شوارع رئيسية بالمدينة كرصف الطارق الرئيسية بشارع السودان وشارع فينيسيا كما باشر المجلس البلدي في سيانة وتجهيز مقر مكافحة المقدرات بمدينة بنغازي اتفق النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن الحيرش مع العاملين بالشركات المناولة بمطار لبرق الدولي أن تتولى الحكومة صرف مرتبات العاملين كما تم الاتفاق مع العاملين ونقابة الأساسية على أن يتم العمل على غاية صباح يوم السبت القادم حتى تتم الاستجابة إلى مطالب العاملين وإذ لم تتم الاستجابة سوف يتوقف العمل بمطاري لبرق وطبرق هذا وقد حصل الاتفاق بجهود الخيرين من قيادة العامة للجيش الليبي وبدعم من اتحاد عمال ليبيا ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتلجرام وبإمكانكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث نهاية موجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة